بدورها عقدت جهة الحوض الغربي الصباح اليوم بمدينة العيونة دورة العادية تحت رئاسة رئيس المجلس رئيس المجلس الجهوي سيد جمال محمد محمود الطالب وبحضور مستشار والي الحوض المكلف بشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية السيد سيد محمد سيدينة وعضاء المجلس وقد تضمن الاجتماع عرض البرنامج التنموي الذي تمت المصادقة عليه ونقاش الميزانية الأصلية لسنة 2014 وتشكيل رجال متعددة المهام سيتم تكلفها بإعداد برنامج برامج تدر نفعا على الولايات وتسيد الخطط التي من شأنها تنمية الجهة